سوف نجرب على مكثف الثلاثين سوف نفحص الأنبير سوف نفحص الأنبير سوف ننقيس الهولت ثلاثمية وثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين فولت طيب الآن هنا لأنه في عندنا مفتاح طرد الآن أنا عندي أنسب شيء اللي هو ستاش وعشرين ستاش وعشرين أعطاني فرق في الأنبير نص أمبير تقريبا بينهم يعني الستاش أقل بنص أمبير أعطاني ثنين أمبير على ما أذكر ثنين وواحد بالعشرة والعشرين أعطاني ثنين ونص أمبير أعطاني فولت ميتين وعشرين أو ميتين واثنين وعشرين وأعطاني على على هذه الشفاثة وأعطاني على العشرين ف Orchestra أنا لا أذكر كان ثلاثمية عفوا على هذه الشفاثة أطاني ثلاثمية وعشرين وعلى مكتب العشرين أعطاني ثلاثمية وثلاثين أو ثلاثمية وواحد والثلاثين الآن المكثبين برأيي أنا مناسبات ببقى أني أشغل عليهم اثنين وأشوف الحماوة اللي موجودة في المحرك بعد نصف ساعة من التشغيل طبعا الأفضل أنا برأيي أنه نحط بما أنه في مفتاح طرد لاحظوا هاي المعلومة بما أنه في مفتاح طرد بفضل نحط المكثف الأصغر اللي هو الستعاش على أساس أريح للمحرك وأهدى للمحرك لأنه قام المحرك أهم شيء في المحرك لازم نفهم أهم شيء في المحرك بداية الإقلاع يعني المحرك إذا أقلع بشكل كامل خلاص بيقوم بالحمل ما في مشكلة بيقوم بالحمل بظل أنه نحن نشوف السخونة سخونة الملفات بعد ما يقوم بالحمل لكن بما أنه رح نشغل عليهم إن شاء الله وما في أي سخونة فإحنا نختار المكثف الأقل المكثف الأقل لأنه جهده أقل البولت خاص أقل والمحرك ما بدي يسخن عليه فإحنا على أساس المحرك يكون مرتاح بالشغل أكثر فبنحط مكثف الأقل اللي هو المكثف السطاش وهذا أنا برأيي وهاي على حسب التجارب اللي إحنا شفناها بالسانوات السابقة وهي هي الطريقة إنه تكتشف كيف المكثف المجهول للمحرك الواحد فاز خليني بس أعدي لكم الشروط أول شي الشرط الإقلاع القوي الشرط إقلاع قوي الشرط الثاني عدم السخونة يعني بالترتيب لازم تكون أول شي إقلاع قوي اثنين عدم السخونة عدم سخونة المحرك الشرط الثالث يجب تحقيق الشرطين الأولانيات بعدين نحقق الشرط الثالث إنه يكون أقرب إشي للـ 220 لو كان أقرب إشي للـ 220 هو 350 Volt ما عندك مشكلة لو كان أقرب إشي للـ 220 هو قسنا لقناء 400 Volt لكن حقق الشرطين الأولانيات إذا ما عندك مشكلة لأن المكثف تحمل لغاية 450 و 500 Volt ما عندك أي مشكلة لكن هذه الشروط لازم نحققها عشان نعرف انه هذا المكثف هو المكثف المناسب للمحرك وبالتالي انا يعني عندي هذا المحرك بدي حطله مكثف 16 مايكرو فرد وان شاء الله انا ببقى نزلكم فيديو كيف تقدر تحدد المكثف بالزبط بناء على سلك وقطر سلك ملفات التقويم رح احاول اعمل فيها جدول ان شاء الله ورح نزل ان شاء الله بالتطبيق كمان وهذه ان شاء الله تستفيدوا من المعلومات واسف على الاطالة لكن كان لابد منها ولا تنسوا اذا اوصيكم دائما اوصي نفسي سرواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته